ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح وهباء الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برحب بك فانتم على شاشة اكشن يوز والدولة المصرية ما زالت تحشد المجتمع الدولي من أجل وجود ظهير لدعم حقيقي للقضية الفلسطينية طبعا بما يتوافق مع الأحداث الجارية وهو إصرار إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية كيف تابعتم الموقف المصري منذ بداية هذه الأزمة وحتى الآن؟ أهلا بك يا فانم وستدى المشاهدين الحقيقة الموقف المطري تجاه الأزمة الفلسطينية هو دور تاريخي لم يبدأ من أكتوبر الماضي وإنما هو دور محوية بدأ مع القضية الفلسطينية منذ نشأتها لو نيجي نشوف الدور المطري منذ بداية الأزمة في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة الرهنة سنجد أن الدور المطري كان واخد أشكال متعددة كان الشكل الأبرض فيه وهو الشكل دعم الجهود الإنسانية وده المجهود اللي بذل فيه مطر قطع كشوط كبير من خلال تحويل مدينة رفح ليه مركز لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة من كل دول العالم وبذل أو تسهيل كافة الخدمات اللوجستية لإدخالها للقطاع وهنا تجيب الإشارة أن مطر تحملت جزء كبير من المساعدات التي دخلت للقطاع وصلت لأكثر من 70 أو 75 في المائم أو 80 في المائم من إجمال المساعدات التي تدخل للقطاع على مستوى الشكل الدبلوماسي والسياسي سنجد أن القاهرة منذ اليوم الأول لتدهور الأوضاع في قطاع غزة أصدرت مجموعة من البيانات التي طلبت الأطراف فيه الالتزام بضبط النفس وعدم دفع الأمور نحو الهوية ثم شفنا ده كمة القاهرة للسلام ونتحكيها القاهرة في حجب مجتمع دولي ومختلف الأطراف لسياغة أو وضع القادية الفلسطينية مرة أخرى على مائلة المجتمع الدولي لاتخاذ ميالها من الوقت في الظهور ثم بعد كده شفنا أن القادية الفلسطينية كانت على رأس وأولويات اتصالات ولقاءات السيد الرئيس مع مختلف قادة وزعماء دول العالم بالإضافة إلى التحرقات المقصية في مختلف الجهات الأمومية والجهات والدولية وكان آخرها في الأمم المتحدة قبل أيام انتهاءا ببيان وزارة الخارجية استدر اليوم بالانضمام للدعوة المقامة من دولة دنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العديد الدولية المجمل نقيم الدول المطري أنه هو الأكثر أهمية والأكثر محورية على مستوى الجهود التي تبدل لأحتوال أوضاع في قطع غزة سنجد أنه كان أهم ما تم إبراز أو أبرز ما قام بجهود المصرية هو وضع القضية الفلسطينية برمتها مرة أخرى على قائمة اهتمامات المجتمع الدولي بعد سنواتنا الغياب كيف استطاعت مصر بأن تحافظ طبعا على موقفها الثابت للقضية الفلسطينية وأيضا أن تحافظ على أمنها القومي دون الانخراط في أي أحداث قد تؤثر على استقرار المنطقة يا أستاذ صلاح من البداية شفنا أن موقف مصر اتجاه القضية الفلسطينية وتعديدا في الأزمة بعدنا هو كان موقف ثابت كان فيه وعي مصري من اللحظة الأولى أن فيه مخططات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وأنه إحنا مش قدام مجرد جولة تصعيد تلبيها الجوات السابقة وإنما إحنا قدام مخطط إسرائيلي كامل لتصفية القضية ويقوم بشكل أساسي على تهجير سكان القطاع إلى الخارج وهو ده اللي كانت مصر وقفه له بالمرصاد منذ اللحظة الأولى ونجحت في حجد مختلف أطراف المجتمع الدولي وفي مقدماتها الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف العربية والإقليمية لدعم هذا التوجه المصري ورفض تهجير سكان قطاع غزة للخارج ولكن هذا الحفاظ المصري على محددات وتوابة الأمن القومي لم يجور على دفاع مصر عن حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابل للتطرف في مختلف المحافل والمجالسة الدولية وهي الجهود المستمرة حتى اللحظة سواء حتى على المستوى الدولي وحتى على مستوى جرود الغدنة واحتواء الأزمة بين الفصل المقامة الفلسطينية وإسرائيل اعتزام مصر الانضمام لجنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمات العدل الدولية رفضا طبعا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وجرائم الإبادة دلالة هذا الموقف وأهميته في هذا التوقيت وده يأتي تعبير مصر إضافي على رفض ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وكان أخرها توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية دخول مصر إلى جانب جنوب أفريقيا في الدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية سيكتب القضية المديد من الزخم سيضيف لها ثقل سياسي وده يقوم على الثقل استراتيجي والثقل السياسي لمصر في المنطقة والعالم بالإضافة لدورها منذ بداية الأزمة في محاولة احتواء الأوضاع هناك يمكن أيضاً مصر كان لها دور كبير جداً في الوساطة بين طرفي الصراع لوقف أيضاً إطلاق النار ونحن هنا أيضاً أتحدث أنه نحن نتفاوض مع طرف ليس من مصلحته إنهاء الحرب لأنه يعلم جيداً بأنه سيحاسب ويسجن بسبب كل هذه الجرائم اللي ارتكبها نتنياهو أتحدث هنا شفت موقف مصر من الوساطة منذ بداية هذه الأزمة جهود مصر فيه مسألة الوساطة كانت جهود حازت على دعم المجتمع الدولي وكانت جهود الوساطة وانخراط مصر في هذه المفاوضات هي مفاوضات صعبة للغاية شفنا أن هذه المفاوضات جهود المصرية نجحت أنها تكلل قبل كده من خلال الهدن الإنساني تم التواصل إليها قبل كده وتم الإفراج من خلالها عن 80 أسير إسرائيلي موجودين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة وقبلهم أعداد كبيرة للغاية من الأسرى السلطينيين القابعين في سجون الاحتلال لما نجي نشوف جهود المفاوضات الأخيرة وما سيادتك قلت أشارتي إليه من تعانونة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياه من عرقائص المفاوضات والتركيز على النقاط الخلافية التي لا يمكن الحلها في المفاوضات القصيرة الأجل والدفع بعملية الرفح العسكرية بالإضافة لتوسيع نقاق العمليات في مخيم جبلية وشمال قطاع غزة وبيت لهيا وعدد مناطق القطاع كل ده بيؤكد أننا أمام حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا والأكثر تعنتا وأن بنيمين نتنياه لا يرغب في إنهاء الأزمة أو الحرب في المدى المنظور لأنه بيواجه مناخ ضغط للغاية على المستوى داخل إسرائيل نشوف مظاهرات يومية من أهالي القتلى والمحتجزين بتطالب نتنياهو بيئة الإنخراط في مفاوضات سياسية للسعادة الأسرة بنتكلم النهاردة عن بعض الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مجموعة من الخطوات المنقررة اتخذها تجاه الحرب في قطاع غزة بنشوف النهاردة في مناخ دولي ضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفك الحصار عن القطاع وزيد الدخول المساعدات والتوقف عن التصعيد في رفحة الفلسطينية وفي عموم القطاع لكن للأسف نشوف أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مطالب التصعيد لا تنوي على الأقل في القريب العاجل الالتزام والانصيار للمجتمع الدولي واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي وده اللي يؤدي لمزيد من التصعيد 143 دولة صوتوا لصالح فلسطين لعضوية كاملة في الأمم المتحدة كل هذه الخسائر الاستراتيجية المتعددة لإسرائيل لأي مدى هي يعني تعتبر ضغطة لها؟ هو ده بيأتي في إطار تكسيف الضغط الدولي على إسرائيل من أجل إنها تتحلحل عن موقفها بعض الشيء إحنا للأسف لو هنجي نشوف أن القرار اللي تم اتخاذه في الأمم المتحدة هو بيعبر عن تعاطف دولي وتحرك دولي جاد لدعم فلسطين لكن هو يعني للأسف ثاني يكون ليه مرضود على أرض الواقع أو يكون بشكل فعال ولكنه يعد مؤشر على مدى التعاطف الدولي ويعني نقدر نقولي أني بقى فيه النهاردة القضايا الفلسطينية بقت ليها صوت بارد بقت صوت مسموع مؤشر لعزلة إسرائيل أيضا؟ بالتأكيد وده يؤدي أكثر لزيادة الضغط الدولي عليها وابتعاد الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة عن دعم إسرائيل وده المشهد اللي احنا بدأنا نشوفه فيه تغير مواقف بعض الدول سواء الأوروبية ووصولا إلى الولايات المتحدة من دعم إسرائيل بشكل مطلق الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصر الفكر والدراسات الاستراتيجية بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا ترجمة نانسي قنقر